موسيقى السلام عليكم ربي يعطيكم ألف عافية في الفيديو الثاني في شرح قاعدة العدد ولازم نركز أنه استاذ طارق الآن قاعدة بشرح فقط كيفية كتابة العدد تمام تمام الآن استاذي بعد هيك إن شاء الله بإذن الله رح ينزل فيديو كيفية إعراب العدد حلو بعد ما نخلص كيف نتعلم كتابة العدد رح نروح إن شاء الله مع بعض نتعلم طلاب الله يرضى عليكم رح نتعلم إن شاء الله بعدين فيديو لحال كيف نعرف العداد يلا بسم الله الآن العدد 11 بعد ما وصلنا له كيف نكتبه حلو الآن قبل أن نبلش بالعدد 11 فيه معلومة حلوة حلو شو بتقول هاي بتقول الأعداد تمام من 11 لما تصل 99 هذا اللي رح نشرحه بهذا الفيديو إن شاء الله تمام شمالها معدودها معدودها ركز أخوي ركز لازم يكون مفرد لازم يكون إيش مفرد والمفرد هذا لازم يكون منصوب بتنوين الفتح بس أستاذي بس هاي المعلومة طيب أنت ما حكيت فيش أعراب أنا ما حكيت أعراب بس بحكيه لك معلومة آآ يا عيني عليك المعلومة شو بتقوله أستاذ تمام المعلومة تقول الأعداد من 11 لما تصل 99 رح نشرحه الآن في الفيديو هذا إن شاء الله معدود هاي الأعداد لازم يكون مفرد يعني مش جمع ولازم يكون منصوب بتنوين الفتح يعني عليه فتحتين يعني عليه طيب كيف تكتب العدد 11 يا طارق يلا شوف من الآخر أخونا لما تشوف العدد 11 بدك تكتبه يجب إنك تنظر نظرة أولى وين على المعدود بس أستاذ بس إذا لازم أطلع وين على المعدود مش تحكيني شو المعدود يا وينك المعدود الإشي اللي عديناه يلا أخو إذا كان المعدود مذكر حلو أكتب العدد 11 مثل هيك بالظبط أحدا حط عدال فتحة عشرة حط عدال فتحة بس أستاذ بس خلاص أستاذي هيك تمام إذا أنت الآن امركز معاي أكيد مركز يا وينك بطلع لك من الشاشة بخنقك بدنا ننجح مش نجاح بدنا نتفوق إن شاء الله الآن بدك تكتب العدد إيش بدك أكتب العدد 11 يا طارق حلو بتتطلع وين على المعدود يا طارق إذا كان المعدود مذكر آه شو أسوي أكتب العدد 11 أحدا عشرة حط على آخر حرفة فتحة يعني هان ده الفتحة والرأة فتحة يا عيني عليك يا عيني عليك حلو طيب افرض يا طارق المعدود مؤنث إيش أعمل أصفن لها وعك على طول أكتب العدد 11 بهذا الشكل إحدى عشرة يا عيني عليك حط على التاها لفتحة طيب يا طارق في مجال تحكي لنا ليش أكيد لأن العدد 11 يطابق المعدود فإذا جاء المعدود مذكر أكتب هذا الشكل وإذا جاء المعدود مؤنث أكتب هذا الشكل طب هذا كيف صار مؤنث يا طارق آه مهيل ألف تعتبر هذه علامة تأنيث وإذا أكيد أنت عارفها يا عيني عليك طيب طارق افرض أنا بدي أكتب هيك أحدى عشرة بذمتك وضميرك بذمتك وضميرك وإنتي كمان هذا الشكل اللي أنت كتبته أو أنت كتبتيه هذا مذكر وهذا مؤنث يعني أنت اخترت أنك أنت الأول تتذكره والثاني تأنثه وهذا شي خطأ العدد 11 لازم كله يكون مذكر أو كله يكون مؤنث لا بصبت هذا الكلام آه ليش خطأ الخطأ أنك جبت واحد مذكر وخطيت معه عشرة مؤنث خطأ عندي خيارة الباس إذا شفت العدد هداعش المعدود شفت المعدود عدد هداعش روح على المعدود إذا شفت العدد هداعش روح على المعدود إذا المعدود مذكر بكتب أحد عشرة ما تكتب لي تا عشرة يخلف عليك أخوي بس 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 طيب إذا شفت المعدود مؤنث يا طارق آه إحدى عشرة ممتاز ممتاز يعني هذا كله هيك مذكر يا طارق زي هال آه هذا كله هيك هيك مؤنث زي هال ممتاز يخلف عليك ومش تنساهي المعلومة يوهي لك يوهي لك يسوهي لك يلا روح أمثلة أمثلة حيث طارق والله شفتلك الحدد يدعش ويقول لك يا فرحتك طيب إيش سوي والإشي يطلع على المعدود المعدود يا طارق مذكر يسعدينك أخوي كفوا أبو العمام كفوا طيب طيب مش هذا مذكر آه شو أسوي ولش بكتب أحد يعيني يعيني عشرة يا مرحك تمام طيب يا طارق شوف الجملة الثانية بقول لك يلا الجملة الثانية العدد يدعش يعيني عليك روح المعدود تمام المعدود مؤلف يلا شو بتستبدلها شو بتكتب بدالها كلمات بكتب يا طارق إحدى عشرة مقسم بالله إبداع هيك تمام هيك ثبتنا المعلومة خو تمام إخواني تمام طيب قال تعالى إني رأيته يلا إنت عاستني حلة 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 وشو إذا إنت شفت العدد يدعش هات الأخبر يلا إذا شفت العدد يدعش بتروح على المعدود كوكب هذا كوكب آه والله يا طارق هذا إيش مذكر يعيني علي فكر هيك إذن يا طارق رح أختار أكتب أحد عش ر ت سفي عندك خطأ إيش الخطأ يا جماعة آه كيف تكتب لي إنت لازم خلص عشرة هيك بس ما تكتب لي عشرة إذن لازم يكون مذكر 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 سعدينك أخو إذن هيك صح أما القصص الهبت هاي بدناش إياه يلا أشوف هاي في عدد يدعش أكيد حلتوه أقسم بالله قد العدد يدعش شوف بروح على المعدود أطول المعدود مذرعة هذه مذرعة والله هذا مؤنف أستاذ حبيب قلبي إذن بكتب إحدى عشر صح معقول لا قطأ إذن طارق لازم تكتب عشرة طيب إنتم مقتنعين بهذا الكلام بتقول لي آمن تفاهمتنا إنه هاي علامة تأنيف وهاي علامة تأنيف إذن هذا كله لازم يكون مؤنث زيه زي المعدود ممتاز وهذا مذكر فيش معه علامة تأنيف وهذا مذكر فيش معه علامة تأنيف إذن كله هذا لازم يكون مذكر آه لأنه يطابق المعدود ممتاز خاطر أنا بدي تشرب المعلومة خاوة طيب الآن نشوف يلا بيّن الخطأ في الجمل الآتية يلا أخوه يلا تعال تعال قابلت أحد عشر معلمة شو ها كيف أحد عشر معلمة هاي خطأ طيب شو الصح يا جماعة الصح مدام العدد هدعش والمعدود مؤنف إذن لازم تكتب لي إحدى عشرة يا عيني يا عيني طيب قابلت أحد عشر معلمين طارق هاي خطأ بقول لك ليش طارق لأنك قلت لنا الأعداد من هدعش لما تصل تسعة وتسئين معدودهم لازم يكون مفرد ينسينا المعلومة أوعى تنسى بدون يهي بس أوعى تنسى ترام ترام لازم يكون مفرد ولازم يكون منصوب بتنوين الفتح آه والله فيهم تعلم إذن هذا لازم يكون باي طيب بالك أحد عشر عميلت لك أعلى معلما وقسم بالله بتاع ثبت معلوماتك أخوي ثبت معلوماتك سلمت على إحدى عشرة طالبة وين الخطأ عرفت الخطأ هون لازم يكون في إيش تاع صح إبداع لأنه هذا المعدود مؤنث وهي مفرد وهي علي تنوين فتح إذن لازم يكون هذا مطابق إله مؤنث بمؤنث يعيني هل يبعرف يكتبوا الأعداد يعيني سلمت على إحدى عشرة طالبا يا أستاذ ولا صارت لأبت أولاد صغار ها شو ها يا ويلي يا ويلي يا ويلي طالبا إذن المفروض ها يكون خطأ إذن لازم أقوله مدام المعدود إيش مذكر لازم تكون أحدى عشرة ممتاز يلا شوفونا هاي الجملة عشان أعرف إنك حضرت هذا الفيديو الله يرضى عليك ابعث لي إياها على الواتس ضعي على رقمي سفر سبعة تسعة واحد أربعة واحد ثمانية ستة ثلاثة سبعة بعتلي بعتليها ونقول بعتلي الله يربع بعتليها يقول لي شو الخطأ فيها أو ليش تمام تمام سنعرف إنك إنتم ماشي معي ولا لا آه وما ننسى ما ننسى ما ننسى ما ننسى مع العداد هدعش لتسعة وتسعين معدودهم الإشي اللي بنعدوا بعديهم لازم يكون مفرد لازم يكون مفرد طيب قبل لا نفوت فيه والله سهل والله سهل شوف هو بس شوف كتابته بتعتمد على الإعراب وأيضا على المعدود طيب العدد هدعش بعتمد على الإعراب كتابته لا طيب تعال أحكي لك يا أستاذ تذكر إنه المثنى حلو آه المثنى يعني الاثنين يرفع بالألف ممتاز ينصب زائد يجر بشو يطر بالياء تعاني عليك كيف يعني كيف يعني إذا قلت ركز إثنى في ألف هان يعرف إنه هذا مرفوع ممتاز إذا قلت إثني وفي أهان يعرف إنه العدد يا منصوب يا مجهور طيب 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 افرض قلتلك إثنتا نفسي نفسي إشي في ألف إذا العدد اثنين هو يعامل معاملة المثنى أو الملحق بالمثنى مفيش مشكلة بالألف بالألف هاي علامة رفع طيب افرض قلتلك إثنتين هاي علامة جر أو علامة نصر هاي هي مشكلة الطلاب إذا بعرف إنه المثنى يعني اثنين لازم يتعامل معاملة الملحق بالمثنى شو يعني يعني لازم ترفعوا بالألف وتنصبوا وتجروا بالياء هانا إحنا خلصنا من العدد اثناش بس طيب نبلش طيب تعال نبلش ياخذ الآن العدد اثناش لما تكتبه بزي العدد الهداعش بس تطلع على المعدود إذا المعدود مذكر أحد عشرة إذا المعدود مؤنف إحدى عشرة هانا لا هان صحح إحنا منتطلع على المعدود صح منتطلع على المعدود بس كمان لازم نتطلع على إعراب العدد حلو شغلتين لازم تكون عارف حلو حلو طيب يا طالب إجيت بدي أكتب العدد اثناش حلو لقيت المعدود مذكر إيش أسوي إذا كان العدد إعراب مرفوع قول إثنى وعشرة آه طب إفرض المعدود مذكر والعدد إعراب ورفع طب ما انتهيك قلت لي إثنى طيب ليش استخدمتها ليش ليش الألف علامة رفع خلص للاثنين طيب هون في عالمة رفع لا هاي دايما عليها فتحة دايما دايما ممتاز إذن إذا شفت المعدود مذكر والعدد إعراب ورفع بستخدم هاي بستخدمتها متشوق أعرف كيف كلمة متشوق أعرف متى أعرف العداد ما بدي الخمات بدي تتمكن من الكتابة وكيف شكل الأعداد بالكلمات فحتين أفوت أميك على العراب طيب إفرض المعدود مذكر بس العدد جاي يا طارق منصوب أو مجرور بهذا الحالة شو أسوي يا طارق ولا إشي نفس الإشي اللي فوق بالضبط بس إجلب للألف ياء إثنى عشرة بتخلي عرابة يا عين عليك أقسم بالله مبدأ مبدأ أخوه مبدأ مركن عليك طيب حلو المعدود مذكر حلو شوف العشرة ما حطتش محتاء ما حطت محتاء لأن العدد 12 يطابق يطابق المعدود يطابق المعدود آه يطابق المعدود إذا المعدود مذكر العدد مذكر إذا المعدود مؤنس العدد مؤنس بس هاي فكرة بس هي هان دخلت معنا إيش شغلة لازم نحكيها في الإعراض بعدين بنثبتها أكثر وأكثر تمام ولي فهمها قسم بالله مبدأ آه طيب أستاذي إذا المعدود مذكر والعدد 12 منصوب إعراضه منصوب أو إعراضه مجرور شو أعمل ولا إيشي إجلي بالألف يا وكتبها زي ما هي بس هاي زي إيه 12 يعيني يعيني طب افرض يا طارق المعدود مؤنس مظن هيك مش راح تعرف بالله تعكي لك بس عشان تكون فاهم اسمعني هون راح نضيف تا راح نضيف شو تا شو بتصير آه نفس هاي بالضبط بس هاي التا للتأنيف بتصير إثنى تا يعيني يعني ابداع طيب وهاد نفس الإشي بس بعينك الله كمان ضيف النتاع عشانه إيش عشان يطابق المعدود آه إذا المعدود أجا مؤنث نفس ركز والعدد أجا مرفوع بكتب نفس هاي يطارق بالضبط بالضبط المعدود أجا مؤنث والعدد إعرابه مرفوع نفس هاي بالضبط بس ضيف هون تا وضيف هون تا بيخلف عليك دان دان يلا أخوه هذا الجدول زي اسمك زي اسمك زي اسمك طيب افرض يا طارق المعدود مؤنث وإعراب العدد منصوب أو مجرور شو أعمل نفس هاي بالضبط هاي هان هاي شايفها اثني واكس بس تسمح لي أضيفها الشغلة آه التاء اللي علامة التان هي اثنتين يا عيني طب شو تسوي هان اثنتين وضيف لي إيش يا طارق ضيف لي عشر بهذا الشكل شوف شو رح تختلف عن هاي ضيف لي تا بس العدد اطناعش يطابق المعدود يطابق المعدود يطابق المعدود يوافق المعدود حيل إذا المعدود مذكر والعدد مرفوع اثنى عشرة حيل إذا المعدود مؤنث والعدد إعرابه مرفوع اثنتا عشرة حيلو إذا المعدود مذكر وإعراب العدد اطناعش منصوب أو مجرور اثني عشرة بس قلبنا الألف لأن الألف علامة رفع والياه علامة نصب أو جار طب إذا المعدود مؤنث والعدد اطناعش منصوب أو مجرور نفس هاي بالضبط بس قلبنا الألف لشو؟ لا يا هاي هاي اثنتاي عشرة حطينا هنا التاء لأنه هاي علامة التأليث لأنه يطابق المعدود حايلة تعال خلنشوف هالجوم اللي حضرتلك يا تعال السنة اطناعش شهرا شو هاضي يا طهاري؟ ولا ايشي؟ بس لكم الله يا رأي هاضا معدود صح ممتاز المعدود هال ركز مذكر وطارق قال أصلا الأعداد من 11 لما تصل 99 لازم يكون معدودهم لازم ها اجبال معدودهم لازم يكون مفرد ولازم يكون منصوب يا عيني تمام بتنوين الفتح ها ها ما مبين هاي ممتاز يلا الآن المعدود ايش؟ مذكر بالك راح نستخدم ايش؟ يا اثنى عشرة ممتاز او ركز لانه مذكر او اثنين عشرة لانه مذكر ممتاز اذا اذا الهدول لمين يا أستاذي؟ هذا للمذكر لما يكون معدود مذكر وهذا للمذكر لما يكون معدود مذكر طب شو الفرق بين هاي وهاي؟ سمعتك والله سمعتك بتقول لي هذا اذا كان مرفوع العدد كان مرفوع او اذا كان منصوب او مجرور اقسم بالله مبدع طب استاذك شو بنختار؟ هو صراحة راح نختار هاي بس غلينا نتعلم شوي شوي حالو 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 يال امشي معي طارق المنزل ورقم اطمعش وغرفة روح لي على المعدود اخوي المعدود استاذي اه مؤنث حلو شو اعمل يا طارق دك تختار اما اثنتا عشرة او اثنتين عشرة حالو او والله صح طب جد جد شو بنختار من هذول الثلاثين يا طارق هو بصراحة راح نختار هاي او هاي علامة رفع وهاي نصب او ايش او جر تمام اتمام هيك انت بلجت فهم شو اللي انا قاعدة ساو تعال نرجع استاذي اذا المعدود مذكر فكر بس بهاي او هاي اذا المعدود مؤنث فكر بس بهاي وهاي طب كيف اصير اميز بينهم متى استخدم رفع او نصب او جر لما نعرف الاراضة حلو تمام يا نرجع زرعته رقم 12 ونخلة ادعس 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 اوه كلمة نخلة هاي ايش ايش مؤنث حلو شو تختار مدام مؤنث مدام المعدود مؤنث بدي اختار يا اثنتا عشرة او اثنتي عشرة اقسم بالله مبدع اذا انا اختياراتي يا اثنتا عشرة لانه يطابق المعدود او اثنتي عشرة والله صحيح مية بالمية بجروع والله مية بالمية يسعدينك اخوي طيب هاي بعرف لما يكون العدد مرفوع باستخدم هاي لما يكون العدد منصوب او مجرور باستخدم هاي طيب شو كنا نستخدم يا طاري ما هو هو الصح هنا لازم استخدم هاي طيب متى سنعرف حلو عندما نشرح كيفية الاعراب بس نحكي انا ده اراب تعالوا ما قصرش معك اخوي تعال بس تعال طيب وين رايحين خلنا نشوف يلا روح الان انت فهمت قلت لي اه والله فهمت بقول لك ثبت المعلومات هاي المعدود لا قطينيش تغطينيش همار تغطينيش تغطينيش همار يلا هاي المعدود حلو هاي مؤنث يا عيني حليك حتى طالق قال معلومة الى هداد من 11 لتسعة وتسعين معدود هم بيجي ايش مفرد مش هم لا المعدود اللي بنعده بعد 11 لتسعة وتسعين اه المعدود بيجي شو مفرد و لاسم يكون منصوب بتنوين الفتح تغطينيش 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 اه هاي المعدود مؤنث وهي منصوب بتنوين الفتح طالق حال مفرد نبين طالبة صح؟ شو اسوي يا طالب عندك خيارين اخوي ياب تستخدم اثنتي عشراتة او اثنتي عشراتة يا طيين شو قوية الان راح تقول لي يا طالبي انه اه عرفت ان بستخدم الالف لما يكون العدد مرفوع يا طارق حلو وبستخدم الياء لما يكون منصوب او ايش مجرور ابداع بس متى راح نعرف مرفوع الى منصوب مجرور والله عرفنا يا طارق راح تنزلنا فيديو لحال عن الاعراض ممتاز اذا انت عصرت خياراتك كانوا اربعة شلت اثنين بس من خلال شو من خلال ذهابك لما للمعدود لما عرفت ان المعدود مؤنث طيب تعال تعال الان اوبا اسم المعدود العدد اثناث العدد اثناث شو ما له؟ يطابق يا طارق يطابق يا طارق المعدود حلو إذا المعدود مذكر بيجي العدد 12 مذكر إذا المعدود مؤندث بيجي العدد 12 مؤنث بس طب تعال الآن زرت العقد على عدد 12 وعندك موقع عدد فكر معي شوي بس إحنا قاعدين نتعلم كيف نكتب العدد حلو موقعا هان مذكر ولا مؤنث بتقول لي والله يا طارق مذكر مدام مذكر فكر بس إثنى عشرة بس شو تحبتها يا ويلك يا ويلك أو إثنى عشرة والله مبدع 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 حلو طب وين الصح هاي ولا هاي؟ هو بصراحة هاي طب ما تأعرف بالإعراب ما أنا حكيت بالإعراب بس لمنجح الإعراب ضن؟ ضنين تعال سلمت على هاي عدد 12 وعندي إيش؟ مدرساً حلو كلمة مدرساً هاي يا طارق إيش؟ هذا المعدود أخوي هذا المعدود المعدود هانا شو؟ أها المعدود مذكر يا طارق وين خياراتك؟ بالله عليك وين خياراتك؟ بالك إثنى عشرة أو إثني عشرة والإثنتى عشرة أو إثنتى عشرة بتقولي لا 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 مدام المعدود مذكر والعدد اطنعش يطابق المعدود فأنا خياراتي يا طارق إما إثنى عشرة أو إثني عشرة بقولك مبدأي إنتى الآن عارف إحنا وين؟ رايحين بس تمام التمام وأكيد معلومة صغيرة مدام العدد سبق مباشرة بحرف قر أيو صح ولا لا؟ إذن إنتى العدد بدي يكون مجرور والاثنين بتجرها بالياء فبتزير إثني عشرة وين التاء؟ أي تاء يا زلمة؟ أي تاء؟ وإنتى أي تاء؟ إنتى شايف أو إنتى شايف مدرسا مذكر صح؟ فرح تختار الإشي اللي من دون تاء ممتاز خنشوف شو محضر إلينا كمان أو بدروء أو إيش؟ والله خنقول لك شو؟ آه العدد من فلساة عش لا إيش؟ لتساة عش خنخش بهن إن شاء الله بإذن الله ونعرف شو قصتهن على بركة الله